يقول لك هذا يا طويل العمر هذا فيه رجانا ماتت زوجته تمام؟ الموتل ايوه اول شي ماتت زوجته ماتت زوجته يا طويل العمر وعندها بنت منها حلوين؟ وخلاها عند أمه وبعد فترة ماتت أمه وش قال؟ قال لازم تزوج ايوه عشان تربي بنتها بنتها صغيرة فراح يطول عمر و تزوج لها بنت أعلنها دينة وعلنها كل شي مرة خلاص أنا أصير أمه وكل شي فتزبدت الكلام تزوجها ويروح الدوام الرجال حلو ويخلي بنتها عند طبعا بالبيت عند مرتها الجديدة قالوا بك هذه طول عمر مرتها الجديدة كل يوم تقول للبنت الصغيرة ناديني يا أمه أو يا أمه تقال ما ناديني بس ما تنادي إلا أمها اللي ماتت ايوه عمر تقل من سبع سنينين أخو أو شتة سنينين بنت صغيرة با ايوه تافها ميتا قمانها ما بابي أمي ماتت جبت الكلام من طول العمر شوي وتضغط ألا يا ولد صارت وش تصير ألا كل ما جاء الرجال ألا بنته ما هيلي على خبرة من داعشة تغيرها عليه تغيرت وجهها دبلان وش تسوي فيها تعذبها تصفق فيها ولو تقولين لبوك أذبحك أعود لو تقولين لبوك أذبحك يا أينك ولا تضربها ضربة ليه ما تقول إنقهارة غيرة غيرة ليه ما أجيب أنا الطفل أيه ما تحمل المرأة ليه أنا ما أجيبه يعني صارب هذا الله لا يبلانا اللي هو الغل في العرب في بعض الله فالعاوج أيه ما تنجب المرأة وتبي هذا تقولها أمه وعيدة تقولها يطول العمر بس ما تسميش كده عشان الله ما يرزقها في بعض الناس الله لا يبلان نوعية 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 واجد كده حتى في الوقت فبعدين يطول عمر دارت اليوم يوميا نوهي على هالحال يوميا نوهي على هالحال تعذبها قال له شوي يوم جاء قال أبوديها المستشفى قول الرجال لبنتها وبرتها الجيدة أبوديها المستشفى قلت لا لا ما تحتاج هذا ما فيها شي بس تعب لا لا عدوه شوي يسمع كلامها قلت لا لا ما يحتاج توديها المستشفى ما فيها شي أصلا ما تسوي المرة زي كده الا الزوج ايه لك عليه قلت ما يحتاج والله والله ما توديها هي دبلان من النوم وبسك الرجال استشك فيها شوي قلت كل شوي قلت مرة دبلانة قلت صارت مهلا لا في روح الحالة قال خاصة وديها عند خالتها تسلم عند خالتها علىها وردها ما خليها يوم وردها ونودها قال عشان تشتريحين انتي منها لعب فيها أبأخذها يوم طليحنا وانتي بالبيت وبوديها قالوا وقدون وداها وداها لمستشفى تدرون شلقوا براسها يرجى نمل أوحو نمل تعرفون النمل هذا ليه؟ إذا نامت البنت صغيرة شبه من العذابة تعذب البنت صغيرة تحط سكر بذنه وين؟ أعوذ بالله أعوذ بالله أنا شيطان أنا شيطان شيطان من نفسي يقولها تخيلوا هذه قصة شيطان يقول هذا من حركاتي وشيطان أسمع وتدخل وتجمع على هذا أعوذ بالله عشان تعذبها لين تقولها يا أمي شوف أسباب التاب هذه شون تسوي أمي شكل أي شوف وصار يا طول عمر قال له يكشف هذا الدكتور وخلا عنده يوم وبدأت تتكلم البلع من هذه اللي هي مرتبوها الجديدة الوكاد يا طول عمر شوي بلغوا الشرطة ومسكوها عشان الله لا يردها وش قاله أول شيء الله لا يبلان لا يبلان نجنت نجنت عمراء عشان الوكاد يطول العمر وقالوا من زبدة الكلام وقالتها يعني أنا يومني أبرزق بالطفل ما أرزق وليه ما تقول لي أمها ليه تنادي أمها كل شيء شوف هذه تسمى يعني بعض الأشياء يعني من الغيرة شوف الغيرة وش تسوي الغيرة وش تسوي الغيرة وش تسوي الغيرة وش تسوي طب يا عدد أي ربة ولا تستغفر الناس الناس الواحق كثير من الناس كده يا أخي صدق والله أن يتهوم ما تهول أنا لذلك لأني شفت قال لأني عشت بديله شكل لأنك أنت هاقل وتدري وش وش الخطة وصلة لا بس شوفوا يعني بعض المرة يطوف عليها شيء واضح فهذا يعني ما نتخل المخ يعني يعني تحفظ ما أنا بليف عذاب هذا فيه كثير كده حقد في بعض الرجال في بعض الرجال فيهم طيب بأهلهم وفي بعض الرجال يشتقوا على هلهم تقفر الخامة ولا لا ولا ما فيه كثير كلم لا بعدي هذا يواجب فيه حريب نفس حكاية فيه المرة السنعة والكفو وفيه المرة يطول العمر اللي فيها حقد وغن وزي هذين غلط ليه 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 كلهم يجيبون عيال وأنا ماجي في بعضهم كده فبدت تحط الحرة فهذا ضعي تقول دينة حقيقة الرجال أخذ علىنا دينة ومرة فهمتني ولا يصدق فيها بعدنا نصدق فيها بأعلمكم فيه سارة بسيطة ثم أبو علي أسلم هذا واحد جاي من الرياض شفت بحض المرات مثل عن سارفة الزواج وزي كده يقول جاي من الرياض هو أمه وزوجته حلو يا أخي وبنته يا أخي عجبة موضوح هذا ومن الرياض لين حفر الباطن دخلوا حفر الباطن حلو ويدق أبوه المرة على بنته قال فلانا تعالي تعالي البيتنا بك مدو يريحي يقول حنا رايحين على طول البيتنا يقول أنا هلا عثمان ما لقيت؟ خلاص طلب الله يقول يقول وانا أمر بيته أهل المرة وانا نزلها يقول وانا أدخل وانا أدخل يقول آخر إشارة عند بيتنا مدري يقولون هالناس يقولون يصير حادث ويضربهم على البيان وهم يموتون كل أبوهم وتسلم المرة شوفوا شوفوا الأل الرزاق بعض المرات والعمر ليه عشان أبوها دق عليها أبوها دق عليها وراحة يا أبوها سبحانه ومسا الحادثة وموتها الرجال وأمه وبنت الرجال سبحان الله شوف شون يا علي الله فكها من شر يا الله فكها من شر فأعرف أن في شيئ تصير أسباب غريبة ولكن تطلع آخر شيء خيرا سبحان الله أمه هذا ما يجبون غرلان هو واحد يمر ربخ هذا ثلاثة عشر سنة هو مرتب ما خلوا مستشفى ما خلوا شيخ ما خلوا الين جاء لهم شيخ ما بده تشيوخ يعني سبحان الله سبحان الله يرسل العبد ممكن شفائك ومب على يد فلان على يد فلان صح وهذه من الله جاء وقال لازم أنك تطلق عمرتك من المرة هذه ما انت بجايبش يعني حتى ممكن المستشفى فتح عليهم سلينين ما ما كيهم شيخ سبحان الله في يوم طلق عمر ويموا منه وهم ومن ومكتنعين باللي يريدو نعم بعد الله يقول يعني اللي نشوف في شيء قوي مهم هلي يقوم بعد الله ويقوم يطعم عمر ويطلقها ويعرس ويجعله توم والدين ويرد مرة تهلولة ويجيب توم منها الأولى بنتين ودى الحين ما شاء الله سبحان الله بعد معنا 12 سنة وفي ناس شوف سبحان الله ما في أي إنسان على وجه الأرض إلا فاقد بعدها فاقد حاجة واحدة أي واحد مننا ولا من أي بشر بتشوفها أنت مثلا يا سيف ناقص شيء فاقد شيء أنا من فاقد أحمد فاقد شيء عبد الله ما فاقد صح نختلف لو ما أحد مننا فاقد شيء كان حياتنا طيبة بخير وحن إن شاء الله بخير طيب بس هذه حال الدين حال الدين أسمح الله دب لها من الله من الله صح صح لا الله على طريق هذه يعلم أن الله أزقك بولد واحد وذاك الله أرزقه مثلا 13 ما بين بنات وعيال ما شاء الله وذاك رزقه بثنيا أرزقك من الله توزع في السلام أنت يا أحمد أنا في وجه الله يعني الدرجة أن هذه اللي تأصل أنا أسمعت أكثر منها يعني أسمعت أكثر منها أنا موجودة بليوتوب بعض ناس إذا شل الغل ترى الأفكار هذه حتى مكن الشيطان يتبرمنها ولا الأفكار مهم شيطانية أعوذ بالله ما تطرأ الباب سبحان الله اللي 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 إزاي من قلبها الإيمان واللي صلاتها ضعيفة يسوي على ويسوي أعبر من ذا الشيء أعبر من ذا الشيء لأن علقت كلبك بالله رضيت الخير وودك بالخير للناس منذ ما وودك بالعلم إذا خذتك من الله أعرف أن كل شيء خاف حتى من فعل الشر صح ما الخير بتفعل لا على طالي ولقعته بس أعطى كلمة يوم قلت اللي يصلي شوفوا الصلاة فعلا الصلاة هي الصلاة بينك وبين الله لكن الصلاة في بعضهم خذ الصلاة عبادة ولا تأخذها عادة أيها في بعضهم يتقول مو كل من صلة ترى أنتها تشوف هذا في بعضهم يصلون ويصومون نكتقاهم قلوبهم بسوداء بعضهم أخذينها عادة في بعضهم أخذينها عبادة فعشان زي كده في بعضهم أنا أقول يعني زي ما قال سيف خلى الله قدامك كل شيء خلص إذا صليت الله قدامك إذا طعت الله إذا تصدقت الله قدامك له ريا وله شيء وش رأيكم ورقة كلامك والله العظيم هو بريا منذ ما قال أصدق هذه أي شيء تصدق فيه وش ما أثور يعني منكم قد تصدقوا شاف أثر أكسي أنا بحل لكم أن تقريت ريا ولقا تقريت وش ما معنى لأغلب الريا الريا مثلا أني أنا ما أصلي مثلا شفت عبد الله أصلي قدامك صادقة مثلا أو أنصح وأنا ما أسوي شيء أما لو أنصح أقول لهم بالعكس أبيهم التعظون مني أيوه هذا يسمى عظة دقيقة الصادقة اللي هي الريا يا سيف مثلا قدامي شفت سلام عليكم ترى أنت تصدق أمسك هذا الريا لكن إذا أني أحث أقول ترى والله أنا سويت الشيء هذا عشان أنتم تتحمسوا لأنني في بعضهم إذا شفت عبد الله أنا فعليا صارت معي شفت واحد مرة يعني كنت شوي فين تقصر الصلاة أما أنا شفت فيه ناس تصلي وشفت قدامي قلت يهد هذا وش فرقة عني عجبني قلت لازم ما ليه ما صلي زي هذا هي زكري زي الصادقة على الطير الصادقة أنا يطول عمر وشفت أعترفيني أنا أنا والله يمكن بعض اللياني بعض اللياني أني ما عين يمكن مونة عيالي صار بعض اللياني هذا أي إنسان يحصل علي من ظروف الحياة من ظروف الحياة فمن فضل ربي هذا يمكن الواحد من تجربة يقولها ولا مرضونه ما يقولها مرّيت الشارع حصلت مثل ما تقول محتاج مرّيت مسجد خليز الكرة ثمّة حطيت الصدق أهل وجه الله ما لأحد دخل في هذا الموضوع لكن كأثر كأثر وتجربة والله الأعظم هذا ينتبه صح الله من ضمن اللوقاف اللي سامت فيها أني عين تعترفيني أنا يا عبد الله أني ما أدري منين الله يرزقني أهم من زاد بيتي زاد عيالي الصام من رحزق من هبايض من حليب من كل شيء يخص الأطفال أو من أهل بيتي أني أمكان أقول أنا ممسي الليلة بكرة ما دي وصلت لمرحلة بكرة منين يا رب منين ما يوديني ما يجيبني ما يوديني ما يوديني ما يوديني مستشامي ما يوديني فمن الصدق هذي أنت بعد المرات أنت تحتاج الفلوس وأنت تروح تصدق فيها شوف الله شوني وضخ دبالها أنا وش سويت يعني والله العظيم شي غريب أروح يطلع مرا كد أيام مضت أحصل لي خمسين في اليوم أعين محتاج خمسة ريال ريالين هذي من الله ما هزك من يوم عرفت عمري من ساجد اللحونة أشتري بالكاراتين بالماء إذا حصلت وتوفرت لأنني داري بعد الله أي شيء تجارة مع الله أن ربي إن شاء الله بيرزقني دبل الدبل ولا هي بخشارة والله ما هي بخشارة الوقف اللحونة على هذا الحين الوقف اللحنة على هذا والله العظيم في مكة واليتامة ونجر مراعف يعني أول شيء في أطهر مقعة على وجه الأرض ثاني شيء على ييتامة كبال تيت كل مننا يحس بذلك الشيء والله العظيم أن أحث عمري ثم أحثكم على الصدقة ما من كانت لو بريالات شوف الريال ذاتك العادي القرش ذا العادي لكن ربي يا والله لكن ربي إن يرزقك الدبل الدبل سميح لا ما هذه الريال لا ما هذه الريال يعني عندي غراب خالي بجدة ومور الوالد هناك بجدة وبينقضي غراب وكذا أعطاني أبوي خمسة لاف ريال تكي حول شهر كذا أو ثلاثة سبيح أبوي أعطاني خمسة أبوي تخلم معك يعني طيارة ورجعتي وموري هناك وغراضي وشقة وكذا ما هذا هو فهمت؟ خمسة فلوس وارك بالطيارة ندزل جدة فهمت؟ وصل جدة عليك أكثر من مرة تصير لي فلوسي أنا أحطهم بالشنطة فهمت؟ وموري وغراضي كل بالشنطة وجوالي بالشنطة جوالي الثاني مائي ما أخلي شيء مخباي أبد ما أخلي الجوالي جيال ادور فلوس يا ولد ما في شي وادق الابو اقتيبه شوف عندك هنا وادق الالي قال ما في شي انت حاطم في الشنطة وانا ادري اني حاطم بالشنطة مأكد بس كده بس تدقي على الشكة ايه على الشكة وافتح ادور ادور مع شنطة واحدة ادور ما في ولا شي زين وانا افتح الشنطة الثانية وانا لقالي الف ريال منحاطن عمي حاطت لي الف ريال باللبس والله واخد فلوس قلت يا خير ببارك انا بقى تشاهر بهمت وانا شلا وقف لي تاكسي ومنعه الان ما وصلت انت خالي خالي وين كان مستلم خالي خالي عسكري هناك انتم مستلم باصي طبعي مرحو التسعة تسعة الصبح وانزل بفطر يا ولد وانزل تحت وروح لبو فيه بو فيه يا عياء فاخد نسندويس والقالي اعمل نظاف برج يكرنس فهمت؟ انا صرفت وكان موقت معي حول مية وخمسين وعليا وريلات كذا والله وطلع كذا الا اقسم بالله يا عياء لنا مية مية كذا قلت يا ولد اسمني طلعت يعني بطلع الفلس اعطيه طلعت مية وانا اعطيه تبعا ما تتكلم بريا ولا وانا اعطيه وافطر وانا ارقع هنا يوم قمت وتجيني حواله ازين 12500 ريال سهلا 12500 سهلا اشوف الرسالة ما انت مصدك ما اني مصدك هتقع لابوي منك قلع هتقع لاخوي منك لا دقيت على كل اللي يعرفهم الي يوم كما هذا ما ادري مني انجت 12500 ريال سبحان الله اشوف شونا الله يا عبا انا على طالبي انا انا بيني من الله بيني من الله اصدق هذه دائما لكن حصلت كنت يوم الايام يطلع عمر ادوين الريال بحيث ما كان ليه الفلوس زينة تمشي مورك فيها وهي سنة تبعنا الحياة وقعتكم خبر الشعار والحفلات صح واخذية الأذى الرقم اللي تقالي السلام السلام انا قال عندنا حبلة ونابغى امسية ونابغى قصيدة العمل انشاء الدين هذي حين اشغال خلاص كم تاخذ؟ والله هاند كريم هاند كريم وقت طفران قال تمدح عمره قلت لا ولا ممدح عمره لكن انت اللي مكلمني ومنين جاي برقمي قال عايا انت ما دل ايش قلت انا كلمتك قلت مكلم طيب كم اسعره؟ قلت خمسة عشر والله خالي ما ادري ايش بك انا اعطيك قصيدتين للمسية ولا وللانشاد فلوس الامسيات فلوس الامسيات فلوس الامسيات فلوس الانشاد اذا ما بنت فيها طوب ما بنت عليك السلام ما بنت بيت ما زينت فيها مشروع والله هالأرضي بسي اذا ما بنت ايش بك اذا ما بنت ايش بك اذا ما بنت ايش بك كلنا مشاهير هل سمعتها؟ ترقلين هنا ناسي منها بعد يقول لنا كلنا مشاهير كلنا مطفرين ولا ريال المعنى أصدروا يأتينا إعلان مدري ما هو مضبوطة الإعلان مدري فيه شيء الإعلان ما هو بزين يقول يا وعده خفت من ربي قلت يا ربي قلت يا ربي أني مسلم أمره لله وأن هذا الشيء الذي لم أفعله عشانك يا ربي هو في شيء ما يفعله يقول وانا والله العظيم أني ودي أسوه، بس لا معي فلوس قلت يا ربي أن أخليه الوجر يقول وانا أخليها الوجر يقول والله العظيم أني بوقتها أني مطفر ولم معي ريال واحد يقول وحانت أخيها كل أبوه يقول واسبر يوم مدري يومين الطب رسالة حوالي 80 ألو يقول يقول شوان الله يعوضني شوان تركها لله يقول يوم عندك تركتها لله عوضني الله بـ 80 ألو فهيش هي تقول خلها الوجه الله ويرزق الله دمالات طيب شبي أنا ما بيقولكم شخص أو شخص شخص عند قصة هذا وشخص يشكك هو صدق والله ما هو صدق سعلا وانا والله من الناس ترى لي ما أحب يعني أتكلم عن نفسي لي سويت وليس كده طبعي يعني ما أحب أتكلم عن نفسي بأي شي هذي أنا اللي ما يا أيام حاكيكم أنا كنت أقول أنها الشخص بس أقولها بك أنا تخليت عن شيء يسوي الكرك سمعني أنا تخليت عن شيء طويل العمر صار نقاش بيني وبين شخص حادي وكانت تخليت الشيء أنا قلت يا رب أني تخليت الشهادة لك وأنني أقدر أخذ عقلاك إنها لله تخليت الشهادة وبس يعني أنت تخيل عبدالله عندك القدرة عندك القدرة أنك تأخذ الشهادة قلت والله أني تأكل الله بس إله لله يا رب أنك تعوضني خيرا منه والله بألك إن الله يرجج الإجماع والله ما خد شهر الله الله عوضني بدبع لها والله وهذه المسيئة بسم الله هذا ما بيقولك وش جغس يعني بوصل إلى السالة من هنا بوصل إلى السالة طرح إذن عندنا منه أخذ أنك حلن عندك حلن عندك حلن عندك حلن فتتذن لا لا أخذ عندي أهدن عاديه أبو أخذني أعلم أحمد أفع عندك أبو شائع أبروه فاتث تقولي ذلك حلنة أبوه سامة أبوه شائع أبو يتفه من أول ما واجهته في هذه البرة برنامة أهدن والله موضني ممتع لوجهة بس قلبه طيب ليته طيبة صافية يعني دونك صنوا الباقين كلهم من هم؟ كمل كمل الله المهم مجامع أول ما قابل ما كان في المسجد صلينا وتسدحنا لا نتسدحنا في المسجد أنوية سوالة في ليلة الصباح طلع الصباح مع أنه من أول مواجهته كنت بنفس كنت بنفس أول ما تشوف واحد يقول لي هذا لا هو جاني كنت بنفس لا أذكره بالتصفية صدي؟ أسلمي كيف الأمور؟ طيبة لكن الله داري بقية كل شخص وكل شخص في الدنيا سبحانه ما تشوف شر إن شاء الله إذا أحرصت لله طب عملكوا طاقوا شيء صحي أما إذا أعملت شيء يعني أنا أعطيك لا تدق الذهانة شف بعضهم يدق الذهانة عني أنا كانت زيفين أنا سوفت معهم والله منطب شف ركز معي طيب النية ما هو خبال ما هو خبال؟ بعضهم يسميه خبال بعضهم طيب نية يسمونه ربي اللiqueعة... كلها ندارسها لكن فيه ناس متربية يعني أنا بتكمكم على إننا منridge تكلمت معهم عن طبنية أبي علي شوفت تكلمت معهم عن طبنية عرف لماذا عرف لأنها طيب أنا طيب لا أقول أبنا إسمعني عايي لأنها طيب أنا بأعتم稱 عن طيب و أنا تصدر مني أشياء نعرف على تكلمت عن أشياء ففهمها باللكاعة فأتمام بأمور ذكرة فماذا جاوبت عليه؟ يقول والله الذي نفسي يريد أن الكاعا قادرين عليها وكل شيء قادرين عليها لكن ماذا المشكلة؟ أبوي رباني اللي ما رد الرد بالرد والله العظيمين هذه الله يزاك خير فمالله مع لك زود يا أبو علينك من أول الأشخاص اللي شفته ورتحته ووجهه كلا يبعوز نحن من هنا نين لين مد حبا والسيف؟ أول ما شفت السيف صراحة لا أنا سيف أول محطة أول عمدتي أخوي ودي أطشي شماغة أي واحد يختار رجل آه بده أطشي شماغة perseticar Systems مسجت محة جديد jerk Jeady دع الله الله